السلام عليكم يا طلاب اليوم إن شاء الله محاضرة من المحاضرات الفصل الرابع اللي هو فصل الكيمياء الكهربائية واللي راح تكون هي إن شاء الله الجزء الثاني من مسائل فاراداي احنا كنا بالمحاضرة السابقة يا طلاب حتشينا على قوانين فاراداي واخذنا بعض الأمثلة الخاصة بالتطبيقات العملية في إجراء الحسابات واليوم إن شاء الله راح نكمل الموضوع بمجموعة من الأسئلة المتضمنة يعني بعض التمالين اللي ما أخذناها بالإضافة إلى أسئلة نهاية الفصل وراح يكون محور عملنا يا طلاب أنه ناخذ كل مجموعة من الأسئلة متشابهة من ناحية شنوة من ناحية الفكرة والعمل ونتدرج بالترتيب بهذا الشكل طيب بسؤال 18 يا طلاب اللي راح نبدو به وسؤال 31 وسؤال 32 بسؤال 18 يا طلاب ما هو التيار بالأمبير اللازم لي ترسيب خمسة غرام من الذهب في ساعة واحدة على سطح الكاثود من محلول يحتوي على ملح للذهب حالة تأكسد الذهب طبعا يا طلاب نطانيها أو ما نطانيها المفروض أني أعرف أن عدد تأكسد الذهب هو موجب 3 علما أن الكتلة الزرية للذهب تساوي لي 197 غرام على مول طيب أذكرك يا طلاب أحنا قلنا بأشكال الأسئلة يا طلاب أسا ممكن يكون السؤال يحكي على جزئية خاصة بترسيف فلز محدد على سطح الكاثود أو ممكن السؤال يكون خاص بجزئية تحكي على تحرير غاز أسا قد يكون على الكاثود مثل الهايدروجيم أو عملية تحرير الغاز عند الآنود مثل غاز الكلور أو غاز الأكسجيم واحتمال أنه إحنا نحكي لك بالسؤال على العمليتين اللي إذا تحصل عند الأخطاب اللي هي عند الكاثود وعند الانود فإحنا راح نحكي هاي الجزئيات يا طلاب في كل سؤال إذا تلاحظ يمي السؤال يا طلاب السؤال خاص بعملية ترسيب لفلز الذهب على الكاثود يعني إحنا إذا نحكي لك الجزئية الخاصة اللي صارت بنصف الخلية اللي هي على الكاثود فأنت دائما حدد السؤال عنده أحكي لك على عملية ترسيب لو إذا أحكي لك على عملية تحرير لو جاي أحكي لك على ترسيب وتحرير عند كل القطبين فيا طلاب سؤال يخص عملية الترسيب والمعلومات اللي عندي بالسؤال يا طلاب اللي منطينيها هو منطيني كتلة الذهب المترسبة اللي هي تساوي لخمسة غرام منطيني الكتلة المولية للذهب مية وسبعة وتسعين غرام لكل مول ومنطيني الزمن تي اللي هو واحد شنوة اللي هو واحد ساح طبعاً وآن الزمن دائماً وأبداً أحول إلى وحدة الثواني وبالتالي أن الواحد ساعة عادل 3600 أنا أضرب الواحد في 3600 يصير عند 3600 شنوة 3600 ثانية يمثل شنوة يمثل الزمن طيب المطلوب يا طلاب المطلوب من عندي أن شدة التيار أن شدة التيار هي القيمة اللي مجهولة اللي هو داي يبحث عنها وين؟ داي يبحث عنها في السؤال طيب أنا أخلي عند استراتيجية للحال يا طلاب مثل ما اتفقنا هو أنت سؤالك يا أما معلومات السؤال من البداية تخليك تحسب عدد مولاة المادة أو يا أما سؤالك من البداية يخليك تحسب كمية الكهربائية المارة أو المستخدم وين؟ في الخلية بالتالي يا طلاب أنا اللي متوفر عندي كتلة الذهب المترسبة وكتلتها شنوة وكتلتها المولية وعليه أول ما راح نبدي نحسب يا طلاب راح نبدي نحسب شنوة نحسب عدد شنوة نحسب عدد مولاة الذهب شنوة المترسبة باعتبار أنا نطيتك كتلة وكتلة مولية وعليه راح يكون عدد مولاة الذهب المترسبة يساوي لكتلة المادة على كتلتها المولية يعني بما معنى أن كتلة المادة اللي هي خمسة على كتلتها المولية اللي هي مية وسبعة شنوة مية وسبعة وتسعين وانت رح يا طلاب خلي بالتقسيم هاي الخمسة قسمها علي من على مية وسبعة شنوة على 197 طبعا ما تكفي ضفنا صفر وصعدنا بوينت اوكي ما تكفي هذا الصفر اخر وهذا عنده صفر 500 على 197 وتسعين يا طلاب بيها اثنيا لان اثنيا فيه 7 14 اثنيا فيه 9 18 واحد هذا عندي 19 واثنيا فيه واحد اثنيا وواحد هذا عندي وهذا عندي 3 وبالتالي 500 تروح 394 حيصف عندي شنوى حيصف عندي 106 يا طلاب 106 ما تقبل القسمة على 197 هاي ضفنا صفر وتقريبا راح يكون 1060 كم 107 وتسعين تقريبا بيها 5 لان 5 فيه 7 35 35 فيه 9 5 40 و 3 هذا عنده 8 و 40 5 فيه 1 5 وهذا عندي 4 اذا 9 اذا تجي مضبوط فاني وصلت الى 3 مراتب يا طلاب بعد مداعي انه اكمل اذا بما معنى ان عدد مولات الذهب المترسبة يساوي لصفر 25 بالالف شنوى 25 بالالف مول اذا معلومات السؤال جبرتني من البداية انه احسب عدد مولات النحاس او عفوا عدد مولات الذهب المترسبة متفقين على انه خطوات نهية بالشكل التالي احسباني عدد المولات اتحول الى معادلة الترسيب او التحرير للفلز او للغاز من النسبة والتناسب نجيب كيو لانه اذا وصلت الى كيو يا طلاب قدرت احسب شنوى احسب التيار لان هيصير عند كيو وعند زمن وانا رايد شنوى وانا رايد التيار بالتالي يا طلاب النقطة الثانية اللي راح تكون عندنا انه المفروض شنوى انه المفروض نكتب شنوى نكتب معادلة اختزال لان عملية الترسيب للفلز يعني عملية اختزال نكتب معادلة اختزال الذهب عند شنوى عند الكاثود حتى نجرى عملية النسبة والتناسب الذهب يا طلاب اللي هو اي يو موجب ثلاثة هيكتسب ثلاثة الالكترون سالب وبالتالي ينطين فلز منوى ينطين فلز الذهب وعليه راح يكون يا طلاب من المعادلة انه اتفقنا على ان عدد الالكترونات المكتسبة يمثل كمية الكهربائية فكل ثلاثة مول الكترون سالب يرسب لي بالمعادلة او وفق المعادلة واحد مول وعليه كم كمية الكهربائية اللازمة لترسيب صفر خمسة وعشرين بالالف شنوى خمسة وعشرين بالالف مول اذا قلنا خطين النسبة والتناسب الخط الاول تشتغله من المعادلة واللي هي جايد قللك انه كل ثلاثة كهرباء يرسب لواحد مول طيب كم كمية الكهربائية اللازمة لترسيب خمسة وعشرين بالالف مول اذا لما اجروا وسطين بطرفين كيو في واحد كيو تساوي لثلاثة في شنوى ثلاثة في صفر خمسة وعشرين بالالف يعني تساوي لصفر بوينت خمسة وسبعين بالالف مول الكترون شنوى مول الكترون سالب مول الكترون سالب اذا صارت عندي يا طلاب كمية الكهربائية الداخلة بالخلية يعني المستخدمة في الخلية اللي استخدمناها في ترسيب خمسة وعشرين بالالف مول اذا يا طلاب كمية الكهربائية حتى تساوي لأل تيار في شنوى في الزمن على ستة وتسعين الف وشنوى على ستة وتسعين الف وخمسمية كمية الكهربائية يا طلاب المارة بالخلية هي صفر خمسة وسبعين بالالف شنوى مول يساوي لي التيار اللي آني رايدة يا طلاب والزمن اللي هو ثلاثة الاف وستمية باعتبار ساعة وحدة عادل ثلاثة الاف وستمية ثانية مقسمة على ستة وتسعين الف وشنوى على ستة وتسعين الف وخمسمية هاي صفرين يا طلاب حدفناها ويامن ويصفرين وهسا وسطين بطرفهم هاي القيمة في هاي القيمة يعني صفر بويند خمسة وسبعين بالالف مضروبه في تسعمية وخمسة وستين يساوي لي آي مضروب في شنوى آي مضروب في ستة وتلاثين اي بما معنى أن آي حيساوي لي صفر بويند خمسة وسبعين بالالف مضروبه تسعمية وخمسة وستين ومقسم على يمن ومقسم على ستة وتلاثين انت بإمكانك يا طلاب تصرف إذا تريد أرفع المراتب هذا عندي سويه خمسة وسبعين وهذا في عشرة وثناقصا ثلاثة ابعدها اوكي وطبعا في تسعمية وخمسة وستين ومقسم على يمن ومقسم على ستة وتلاثين جيب النواتج يا طلاب هذا عندي خمسة وسبعين مضروبه في تسعمية وخمسة شنوى وخمسة وستين خمسة في خمسة وعشرين خمسة في ستة ثلاثين واثنين ثلاثين خمسة في تسعة خمسة وأربعين وثلاثة هاي عندي ثمانية شنوى ثمانية وأربعين بالتالي أبدأ في صفر سبعة في خمسة 35 و 37 7 في 6 42 43 هاي 45 47 في 9 63 وهذا عندي 47 شنوى 67 وبالتالي راح يكون عندي يا طلاب هذا عندي يساوي ل5 وهذا عندي شنوى 7 وهذا عندي 8 و 5 13 47 حيكون عندي شنوى 5 عفوا و 7 حيكون عندي شنوى عندي 12 وهذا عندي شنوى وهذا عندي 7 إذن الناتج يا طلاب هو 72 بوين شنوى 72 و 375 و 375 يعني بما معنى أن آي تساوي لي شنوى تساوي لي 72 72 و 375 و 375 مضروبة في 10 و 2 نقصا 3 ومقسمة على اليمن ومقسمة على 36 و 30 إذن آني بعد هذا الناتج راح يكون عنده مقسمة على اليمن مقسمة على 6 شنوى مقسمة على 6 شنوى 6 و 30 إذن هسا نجرى عملية التقسيم يا طلاب 72 و 375 مقسمة على 36 طبعا 7 ما تقبل 72 على 36 بيها 2 2 فيه 36 2 و 70 انتهينا يا طلاب هننزل أول مرتبة هذا عنده 3 ما تقبل القسم يا طلاب إذن لما نزلت المرتبة الأولى وما قبلت تحتاج أنه تنزل المرتبة الثانية بمجرد ما تنزل المرتبة الثانية يا طلاب تفهم أنه المفروض يصعد صفر شنوى يصعد صفر فوق فصارت عندي 37 على 36 بيها 1 لأن 1 فيه 36 هذا عندي شنوى عندي 36 30 إذن المتبقي يا طلاب عندي شنوى عندي 1 هسه هنسحب شنوى راح نسحب الخمسة صارت عندي شنوى صارت عندي 15 يا طلاب لاحظ علي يا طلاب المرتبة الأولى ما كفت اضطريت تسحب المرتبة شنوى اضطريت تسحب المرتبة الثانية يا طلاب لحد الآن 15 على يمن على 36 ما تكفي إذن انت راح تضيف شنوى راح تضيف صفر ويصعد عندك شنوى ويصعد عندك صفر فوق بس انت خلي في بالك خلي في بالك لما مرتبتين ما كفت واضطريت انه تجيب صفر لازم الصعر صفر فوق هسه حيكون عند بعد اضافة الصفر انت ضفت شنوى ضفت مرتبة فحيصير عند 150 تقسيم 36 بها 4 و 4 في 36 4 في 6 حيكون عندي 4 و 20 4 في 3 هذا عند 12 و 2 هذا عنده شنوى هذا عندي 14 إذن أنا ممكن لحد هنا وأكتفي يا طلاب وبالتالي راح يكون عندي 2010 ولا تنسى انت عندك في 10 و 2 ناقصا شنوى في 10 طبعا 2010 بوين شنوى بوين 4 بال10 في 10 و 2 ناقصا شنوى في 10 و 2 ناقصا 3 يعني زحف المرتبة بعد 3 مراتب بحيث راح يصنوا عندي 1 و 3 مراتب إذن راح يكون عند 2 و 1 بالمية شنوى أمبير يمثل شدة شنوى يمثل شدة التيار المار شنوى يمثل شدة التيار المار بالخلية بوحدة شنوى بوحدة الأمبير بوحدة الأمبير إذن هذا سؤال 18 يا طلاب بالتالي نتحول إلى شنوى نتحول إلى سؤال أيضا من أسئلة نهاية الفصل اللي هو سؤال 31 سؤال 31 يا طلاب مررنا تيار كهربائي شدته 10 أمبير خلال 965 ثاني يعني هسان لحد الآن عندي تيار وزمن مار بالخلية تحليل كهربائي تحتوي على محلول كبريتات منوى على محلول كبريتات النحاس ده يسألني يا طلاب ما هو وزن النحاس المترسب يعني ما هي كتلة النحاس المترسبة وعدد ذراتها إذن عنده مطلبين بالسؤال أنه أحسب كتلة النحاس المترسب وأحسب عدد ذرات النحاس المترسبة علما أن الكتلة الذرية للنحاس يا طلاب تساوي لـ 63 تساوي لـ 63 اتفقنا يا طلاب راح نحدد الهدف من السؤال السؤال ده يحكي لك على جزئية بنصف الخلية اللي هي جاي يجري بها على الكاثود عملية ترسيب وإحنا قلنا تحدد من خلال السؤال أنت ده تحكي علي من بالسؤال أنا جاي أحكي على عملية شنوى عملية ترسيب المن عملية ترسيب للنحاس بحيث أنا أريد أحسب وزن النحاس المترسيب وأريد أحسب عدد شنوى وأريد أحسب عدد ذراتك فالمعطيات اللي عندي يا طلاب المعطيات اللي عندي بالسؤال أنه أنا عندي تيار يعادل عشرة شنوى يعادل عشرة أمبير وعندي زمن هو 965 منطينيها بالثواني مباشرة أوكي المطلوب من عندي يا طلاب بالسؤال أنه أحسب كتلة النحاس المترسيب وكذلك أحسب عدد ذرات النحاس شنوى أحسب عدد ذرات النحاس المترسيب إذن عدد الذرات كذلك قيمة شنوى كذلك قيمة مشهول نرجع إلى نفس التفاصيل معلوماتي بالسؤال يا طلاب لو تخليني أبدي بحساب عدد المولات لو تخليني أبدي بحساب كمية الكهربائية المستخدمة أو المرة بالخلية مدام من البداية عندي تيار وزمن إذن أنا المفروض نحسب كمية الكهربائية المرة بالخلية شلون راح أمشي بالسؤال أقول أنا من التيار والزمن المفروض راح أحسب بالكمية الكهربائية كمية الكهربائية المستخدمة بالخلية من ثم دائما من كيو إلى عملية شنوى عملية أو تفاعل الترسيب أو التحرير اللي هو بالنسبة للفلز أو بالنسبة للغاز يعني بما معنى من كيو إلى نسبة وتناسب إلى إن واحتمال السؤال إذا بدأ بإن فمن إن إلى نسبة وتناسب إلى كيو إنت هاي الخطوات اللي جاي تمر بها إذن يا طلاب كمية الكهربائية المرة بالخلية اللي هي تساوي للتيار في شنوى في الزمن على ستة وتسعين ألف وشنوى على ستة وتسعين ألف وخمسمية أي بما معنى يا طلاب أن التيار يساوي لي هذا عندي عشرة أمبير في تسعمية وخمسة وستين مقسمة على ستة وتسعين ألف وشنوى ستة وتسعين ألف وخمسمية هاي صفر راحة ويا من ويا الصفر بقد تسعمية وخمسة وستين على تسعتالاف وستمية وخمسين هاي بها واحد وهذا بها شنوة بها عشرة وبالتالي او بوينت واحد بالعشرة مول الالكترون سالب يمثل كمية شنوة يمثل كمية الكهربائية المستخدمة والمستخدمة بالخلية على ضوها يا طلاب نكتب شنوة لازم هسه نكتب معادلة انت سؤالك جاي خصما يخص عملية ترسيب للنحاس اذا نكتب معادلة اختزال يعني ترسيب منوى النحاس وعليه يا طلاب راح يكون عنده بالشكل التالي ان سي يو موجب اثنين يكتسب اثنين الالكترون سالب ويترسب عنده فلز منوى يترسب عنده فلز النحاس اللي هو سيو اتفقنا بالنسبة وتناسب ان الخط الاول من المعادلة والخط الثاني حساباتك بحيث ان كل اثنين كل اثنين مول الالكترون سالب يرسب لي يرسب لي واحد شنوة يرسب لي واحد مول يا طلاب اذا كم عدد المولات المترسبة في حالة لو مررنا بالخلية واحد بالعشرة مول الالكترون شنوة سالب وعليه راح يكون وسطين بطرفين يا طلاب بحيث ان ان مضروبة في شنوة في اثنين يساوي لأو بوينت واحد بالعشرة في واحد او بوينت واحد بالعشرة اي بما معنى ان عدد مولات النحاس المترسبة هيكون عندي او بوينت واحد بالعشرة على شنوة على اثنين وبالتالي حيساوي لأو بوينت خمسة بالمية شنوة او بوينت خمسة بالمية مول او بوينت خمسة بالمية مول حسبنا عدد المولات المترسبة يا طلاب حنجي نحسب جزئتين الجزئية الاولى يريد من عندي كتلة النحاس الشنوة المترسبة اذا هسا نجي نقول نحسب شنوة نحسب كتلة منوة كتلة النحاس الشنوة المترسبة كتلة النحاس المترسبة يا طلاب عندي عدد المولات عندي عدد المولات فعدد المولات يساوي للكتلة عليما على الكتلة الشنوة المولية يعني بما معنى وسطين بطرفين ان الكتلة تساوي لعدد المولات في الكتلة منوة في الكتلة المولية عدد المولاة O.5% في الكتلة المولية اللي هو من طينياها شقد من طينياها 63 هذا عندي 5% خليت مرتبتين على البرة وراح أضربها في 63 يا طلاب 5 في 3 هذا عنده 15 5 في 6 30 و 1 هذا عندي 31 واني عندي مرتبتين 1 و 2 وهذا عندي البوينت إذن بما معنى 3.15% تمثل كتلة النحاس الشنوى المترسبة هنا يا طلاب هنحسب شنوى هنحسب عدد شنوى نحسب عدد عدد ذرات منوى عدد ذرات النحاس الشنوى عدد ذرات النحاس المترسبة مدام أنت عندك عدد مولاة الفلز المترسب ممكن تحسب كتلته وكتلته المولية يا طلاب عدد مولاة النحاس المترسبة يساوي لعدد الذرات أو عدد ذرات النحاس المترسبة على اليمن على عدد أفوغادرو أي بما معنى أن عدد الذرات المترسبة يساوي لأن في شنوى أن في عدد أفوغادرو أنت بإمكانك يا طلاب تختصر هذن المرتبتين من عشرة وستلاثة وعشرين يبقى عندي عشرة وسواحد وعشرين وتعال أخذ الخمسة وضربها في شنوى في ستة بوينت اثنين بالمئة مرتبتين احذفهم خليهم على البر خمسة في اثنين هذا عندي عشرة خمسة في صفر خمسة وصفر واحد هذا عندي واحد وخمسة في ستة شنوى خمسة في ستة ثلاثين أنت عندك مرتبتين يا طلاب هيصير عندي شنوى هيصير عندي على الرقم هذا عندي ثلاثين بوينت شنوى ثلاثين بوينت عشرة شنوى عشرة بالمئة يعني أنت بإمكانك قبل لا تجرى هاي العملية أنت ممكن أنه تحذف مرتبة وياما ويا الصفر ويبقى عندك مرتبة وحدة ويصير عندي شنوى يصير عندي ثلاثين بوينت شنوى ثلاثين بوينت واحد بالعشرة في عشرة وسواحد وعشرين ذرة يمثل عدد ذرات شنوى يمثل عدد ذرات النحاس الشنوى النحاس المترسل انت دا شوف يا طلاب دا شوف انا شلون جاي ابدي بحل السؤال بحيث احدد خطوات اللي قدام واني يا اما بديت بحسابات ان على حسب المعلومات او يا اما بديت بحسابات شنوى بديت بحسابات كيو واول وتالي انت كيو دائما تتحولها الى ان عن طريق معادلة الترسيب او معادلة التحرير باستخدام عملية شنوى عملية النسبة والتناسب النسبة والتناسب طيب بسؤال 32 يا طلاب بسؤال 32 بسؤال 32 يترسب او بين 648 غرام من احد الفلزات وحادي شنوى وحادي التكافؤ عليمن على الكاثود عند امرار تيار كهربائي شدته ثلاثة شنوى امبير وخلال زمن مقدار ثلاث دقائق و13 ثانية ثلاثة منت و13 ثانية في محلول احد املاح ذلك الفلز احسب الكتلة الذرية للفلز شنوى للفلز المترسب للفلز المترسب طيب نقرأ السؤال زين ونشوف من خلال السؤال ان سؤالي جايحشي على عملية ترسيب المن لفلز هذا الفلز يا طلاب ما سمالك يا ابدا قل لك انه احد املاح او احد الفلزات احادي التكافؤ اذا بما معنى انه انت افرض الفلز اسمه واي اسمه اكسب كيفك ومنه قل لك احادي التكافؤ يعني بما معنى عدد تأكسوده موجب شنوى موجب واحد طيب من اجي الى المعطيات يا طلاب من اجي احدد المعطيات بالسؤال اراني المعطيات اللي عندي بالسؤال تقول بالشكل الاتي انه اراني عندي تيار يعادل 3 امبير وعندي زمن يساوي ل3 مينت و13 ثاني يعني زائدا 13 ثاني اي بما معنى لازم نحوله للثواني فيصير 3 في الدقيقة الوحدة 60 ونزودهن 13 ثلاثة فيه 60 مية وثمانين و13 يعني 193 شنوى 193 ثانية اذا عندي تيار وعندي زمن يا طلاب انت من اسألك احسب كتلة النحاس المترسبة عن ايفلز احسب كتلة المترسبة او احسب عدد ذراته او احسب كتلة المولية منت بالاول والاخير لازم توصل الى عدد مولاة الفلز المترسب اذا نخطئ رقم واحد يا طلاب اول ما نبدأ نحسب شنوى نحسب كمية الكهربائية المرة وين المرة في الخلية على اعتبار عندي تيار وعندي زمن وانت قلنا لك دائما لو تبدأ بحسابات Q لو تبدأ بحسابات N اذا بما معنى راح نحسب كمية الكهربائية اللي هي تساوي اي في شنوى في تي على ستة وتسعين الف وشنوى ستة وتسعين الف وخمسمية اذا اي يا طلاب اللي هو يساوي لشنوى يساوي لتلاثة في مية وتلاثة وتسعين على ستة وتسعين الف وشنوى وخمسمية خلي نبدأ شغلنا هذا عندي مية وتلاثة وتسعين هضربها في شنوى في تلاثة تلاثة في تلاثة تسعة تلاثة في تسعة سبعة وعشرين تلاثة في واحد تلاثة واثنين هذا عندي شنوى هذا عندي خمسة اذا راح اقسم الخمسمية وتسعة وسبعين مقسمة على ستة وتسعين الف وشنوى وخمسمية على ستة وتسعين الف وخمسمية خمسمية وتسعة وسبعين ما تقبل إذن ضفنا صفر وصعدنا شنوى وصعدنا البوينت خمستالاف وسبعمية وتسعين ما تقبل يا طلاب ضفنا شنوى صفر آخر صعدنا صفر سبعة وخمسين ألف ما تقبل القسمة على ستة وتسعين ألف إذن ضفت صفر آخر وصعدنا شنوى صفر حسن خمسمية وتسعة وسبعين ألف كم ستة وتسعين ألف وخمسمية تقريبا بها ستة لأنه ستة في صفر صفر ستة في صفر صفر ستة في خمسة تلاثين ستة في ستة ستة وتلاثين وتلاثة تسعة وتلاثين ستة في تسعة أربعة وخمسين وتلاثة هذا عند سبعة وخمسين إذن صفر 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 بما معنى أن الناتج حيساوي لـ 0.6 بالألف مول إلكترون شنوه؟ مول إلكترون سالب مول إلكترون سالب هاي قدامك الضرب والتخسيم يا طلاب أوكي؟ طيب لحد هنا حسبنا كمية الكهربائية إذن لازم شنوه بعدها يا طلاب الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها نكتب شنوه؟ راح نكتب معادلة منوى معادلة اختزال هذا الفلز اللي عندنا أوكي؟ اللي هي يعني معادلة الترسيب الفلز يا طلاب سمينا X وانتقلت أحادي التكافؤ يعني موجب واحد يعني كل X موجب واحد زائد واحد إلكترون سالب ينطيني هذا الفلز وبالتالي بالنسبة والتناسب أن كل واحد مول إلكترون سالب يرسب لي واحد مول طيب أنا عند مستخدم كمية من الكهربائية مقدارها ستة بالألف مول إلكترون سالب شقد عدد مولات الفلز شنوه؟ المترسبة بالتالي وسطين بطرفين N في واحد N وستة بالألف في واحد يساوي ستة بالألف شنوه؟ ستة بالألف مول إذن عرفنا أن عدد مولات الفلز المترسبة يساوي لستة بالألف شنوه؟ عندي يا طلاب طبعا أنا ما كتبت المفروض وي المعطيات؟ كانت عندي كتلة الفلز المترسبة اللي هي صفر ستمية وثمانية واربعين بالألف شنوه؟ وثمانية واربعين بالألف غرام إذن أنت عندك يا طلاب لحد هسا عندك عدد مولات الفلز المترسبة وعندي كتلة الفلز المترسبة والمطلوب من عندي أنه أوجد منه؟ أوجد الكتلة المولية خلاص ما عندي فهد مشكلة عدد المولات يساوي لكتلة الفلز المترسبة على كتلة شنوه؟ المولية بالتالي وسطين بطرفين راح يصير استبدال للمواقع يعني كتلة المولية للفلز تساوي لي صفر ستمية وثمانية واربعين بالألف عليمن يا طلاب على صفر ستة شنوه؟ صفر ستة بالألف أوكي؟ هاي عندي ثلاث مراتب ويها ثلاث مراتب راحت يبقى عندي ستمية وثمانية واربعين عليمن على ستة يساوي لي هاي ستمية وثمانية واربعين مقسمة على ستة بيها واحد هاي عندي شنوه؟ بيها ستة وهنا صفر باوع نزلنا أول مرتبة ما قبلت القسمة من ننزل الثانية أرفع شنوه؟ أرفع صفر فوق إذن هسا ثمانية واربعين على ستة بيها ثمانية ثمانية في ستة ثمانية واربعين صفر صفر إذن بما معنى أن الكتلة المولية للفلز هي مية وثمانية غرام عليمن غرام على مول مية وثمانية غرام عليمن على مول إذن هذا عدنا ثلاث أسئلة لحد الآن كملناهم يا طلاب اللي هم سؤال ثمنتعش وسؤال واحد وثلاثين وسؤال ثنين وثلاثين خليكوا ياي خلي نكمل بعد حتى نكمل محاضرتنا طيب يا طلاب نستكمل محاضرتنا بتمرين 4 إلى 14 راح نهل هذا التمرين يا طلاب ونشوف شنوه نغيره بسؤال وزاري على التمرين التمرين يحمل فكرة يا طلاب راح نتعرض لها محلول من كبريتات النحاس سيو اس او فور تركيزه 2 بالعشرة مولاري وحجمه هو ستمية ميلي لتر هذا المحلول اللي تركيزه 2 بالعشرة مولاري وحجمه ستمية ميلي لتر أمر فيه تيار كهربائي شدته 96.5 بالعشرة أمبير احسب الزمن اللازم لكي يتبقى أوبوينت 3 بالمية مول من آيونات النحاس مول من آيونات النحاس شن الفكرة من السؤال يا طلاب واحنا أول مرة نتعرض إلى أنه الكمية المتبقية أو المولات المتبقية من الفلز هذا مقدارها فخلي أفهمك أول مرة فكرة وأمطيك مثال عام حتى تدخل بجول المثال أنا يا طلاب بدي يقول لي أنه عندي محلول من كبريتات النحاس اللي هو سيو اس او فور واللي هو تركيزه أوبوينت 2 بالعشرة مولاري وحجمه ستمية شنوى وحجمه ستمية ميلي لتر طيب مررنا طبعا هاي خلية وطبعا هاي الأقطاب القطب الموجب والقطب الشنوى السالب وطبعا هذا المحلول اللي هو موجود في الخلية اللي أقطاب هذا القطب الموجب وهذا عنده شنوى وهذا عنده القطب السالب ده يقول أنه مررنا تيار بشنوى بالخلية أوكي فبعد مرور التيار تبقى من آيونات النحاس تبقى من آيونات النحاس أوبوينت 3 بالمية شنوى أوبوينت 3 بالمية مول أوبوينت 3 بالمية مول الفكرة العامة شنوى يا طلاب احنا دائما من المرر تيار في خلية تحتوي محلول الكتروليتي يحتوي أحد آيونات الفلزات دائما احنا لما نستخرج كمية الكهربائية المرة نعرف أن كل كمية الكهربائية اللي حنستهلكها بالخلية حتى استهلك كل آيونات النحاس أو آيونات الذهب أو آيونات الألمنيوم اللي موجودة لكن هسا ومن دايقلك أن المتبقي هذا المتبقي يا طلاب لما دايقلك أن المتبقي هل قد من آيونات النحاس بما معنى احنا ما استهلكنا كل آيونات النحاس وإنما استهلكنا جزء من الكمية الأصلية أو جزء من الكمية الابتدائية اللي كانت بالأصل موجودة يعني دقرب لك المثال شوي لو أنت كان عندك كمثال مبلغ من المال خلي نفترض بحدود مئة ألف وادخلت المن للسوق طبعا هذي الفلوس اللي كانت عندك المئة ألف هاي فلوسك الكلية ادخلت للسوق اصرفت اشتريت كذا 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 من رجعت للبيت عندك قسم من المال وين بجيبك طبعا هذا شنو اللي بعد ما رجعت هذا هو المال المتبقي إذن أنت دخلت بكمية أو دخلت بفلوسك الأصلية أو الكلية ومن رجعت هذا عندك المتبقي بما معنى لما عندك أنت بالأصل مئة ألف وارجعت للبيت ولقيت عندك الباقي ثلاثين ألف بما معنى شنوى بما معنى أنت بالسوق استهلكت أو صرفت بحدود سبعين شنوى بحدود سبعين ألف هذا المثال ده أقول لك به أنه إحنا المفروض نعرف كم هي عدد مولات النحاسة الابتدائية ومن مرة التيار استهلك هالقد والمتبقي ثلاثة بالمئة لأنه إحنا في شغلنا لازم نعرف عدد مولات النحاس نعرف عدد مولات النحاس المستهلكة إذن أنا يا طلاب في البداية في البداية أنه أنا ما أتعامل مع تركيز نهائيا نحن دائما شغلنا ويا من يا طلاب دائما شغلنا ويا عدد المولات لذلك أنا لما عندي تركيز آيونات النحاس أنا طبعا من نقول تركيز المحلول يعني أقصد تركيز آيونات النحاس فتركيزها 2 بال10 مولاري وحجمها 600 مليلتر إذن أولا يا طلاب لازم نحسب شنوة لازم نحسب عدد مولات النحاس شنوة لازم نحسب عدد مولات النحاس الكلية بعديا نطرح من عدها المتبقي حتى نعرف إحنا شغل استهلكنا من آيونات النحاس طيب أولا يحتاج لأحول الحجم في حيساوي للستمية ومقسم عليمن على ألف حتى يتحول الحجم من وحدة مليلتر إلى وحدة شنوة لتر حيساوي أوبوينت ستة بالعشرة بعد ما أحذر في الأصفار ستة على عشرة أوبوينت ستة بالعشرة شنوة أوبوينت ستة بالعشرة لتر الغاية لأنه أنا أعرف أن التركيز المولاري هو عدد مولات المادة على الحجم بيش باللتر وبالتالي معنى أن عدد مولات النحاس هيكون عند التركيز المولاري في الحجم بوحدة اللتر نفس العلاقة وسطين بطرفين أي بما معنى أن عدد المولات حيساوي أوبوينت 2 بالعشرة في الصفر 6 بالعشرة يعني حيساوي لـ 12 بالمية شنوة 12 بالمية مول 12 بالمية مول أنت لحد هسا شليقية يا طلاب لحد هسا أنا عرفت عدد مولات النحاس شنوة عدد مولات النحاس الكلي هاي قبل لا يمر شنوة قبل لا يمر التيار إذن أنت بالأصل عندك 12 بالمية مول طيب لما لقيت عندنا المتبق 3 بالمية بما معنى أنتش قد استهلكت من مرة التيار بالخلية إذن أقول أن عدد مولات النحاس أو آيونات النحاس المستهلكة المستهلكة أوكي يساوي لعدد مولات آيونات النحاس الكلية ناقص شنوة ناقص عدد مولات آيونات النحاس الشنوة المتبقية المتبقية إذن على هذا الأساس يا طلاب عدد مولات النحاس الكلية صفر 12 بالمية ناقصا المتبقية صفر 3 بالمية وبالتالي يساوي لصفر 9 بالمية شنوة صفر 9 بالمية مول من آيونات النحاس صفر 9 بالمية مول من آيونات النحاس إذن تريد إيش الفكرة يا طلاب أنه إحنا في بادئ الأمور حولنا التركيز والحجم إلى عدد مولات وعرفنا أن هذه بالأصل هي عدد مولات النحاس الكلية من بعد دخول التيار إلى الخلية بزمن محدد المفروض يصير عدنا استهلاك لآيونات النحاس لو يا طلاب ما ذكر المتبقي لو كان ما حجع على المتبقي لكان التركيز في الحجم يطلع عدد المولات اللي هي صفر 12 بالمية هاي كلها تستهلكها بعملية الترسيب هاي لو كان ماكو متبقي لكن إذا قال المتبقي بما معنى الثلاثة بالمية ما استهلكناها إذن عدد المولات الكلية ناقص عدد المولات المتبقية حتى نعرف عدد المولات الشنوى حتى نعرف عدد المولات المستهلكة وبالتالي أنا وين أريد أوصل يا طلاب من عدد المولات راح نروح إلى كتابة معادلة الترسيب وطبعا من معادلة الترسيب نسبة وتناسب شنجيب؟ نجيب كمية الكهربائية المستخدمة في عملية الترسيب لما أنت عندك تيار وتريد الزمن أول وتالي أنت لازم توصل إلى شنوى؟ لازم توصل إلى كمية شنوى؟ إلى كمية الكهربائية فيا طلاب نكتب المعادلة اللي هي آيونات النحاس سيو موجب اثنين زائد اثنين الكترون سالب شينطيني ينطيني سيو فيا طلاب إذا كل واحد مول الكترون سالب يرسب واحد شنوى؟ يرسب واحد مول أوكي؟ فاشقد عدد مولات الكترونات اللازمة لترسيب شنوى؟ اللازمة لترسيب 9 شنوى؟ اللازمة لترسيب 9 بالمية شنوى؟ 9 بالمية مول وعلى هذا الأساس وسطين بطرفين طبعا كل 2 مول الكترون سالب أوكي؟ وسطين بطرفين راح تكون عندك يو في 1 تساوي كيو وبالتالي 2 في 0 9 بالمية يعني 0.18 بالمية مول الكترون شنوى؟ مول الكترون سالب على هذا الأساس يا طلاب طلعنا شنوى؟ طلعنا كمية الكهربائية هاي هي طبعا المستخدمة المستخدمة في شنوى؟ في عملية منوى؟ المستخدمة في عملية الترسيب إذن انت صارت عندك كمية الكهربائية وانت عندك تيار وتريد الزمن يا طلاب فإذن كيو تساوي لي التيار في شنوى؟ في الزمن على 96 ألف وشنوى؟ وخمسمية إذن 0.18 بالمية يساوي للتيار مضروف في اللي هو عندك 96.5 بالعشرة علي من على 96 ألف وشنوى؟ على 96 ألف وخمسمية 96 ألف وخمسمية هاي صفرين وي مرتبتين وبالتالي التيار يوساوي لي هذا عنده 18 فيه 965 على 96 ألف وشنوى؟ أو على 96.96.5 بالعشرة إذن أتخلص أنا من هاي المرتبة يا طلاب هاي مرتبة أتخلص من عدها أشيلها أرفحها شنوى؟ صفر فوق وبالتالي هذا 9650 على 665 هاي بيها واحد وهذا بيها شقد 10 والتالي 18 فيه 10 شو ساوي لي وساوي المية وثمانين مية وثمانين طبعا هذا التيار أنا عوضت عن التيار الزمن هو المجهول يا طلاب الزمن هو المجهول طبعا هذا عنده T وهذا عنده شنوى؟ عندي 96 بوين شنوى بوينت خمسة بالعشرة يعني بما معنى أن T في 96 بوينت خمسة بالعشرة يعني أنا راح أجيب بالأخير راح أجيب الزمن اللي هو T يساوي المية وثمانين شنوى؟ مية وثمانين ثانية مع ذرة أنا عوضت عن من؟ عوضت عن التيار بالزمن أوكي؟ فهنا صار عنده الزمن احسب الزمن اللازم لكي يتبقى 3 بالمية مول هو مية وثمانين شنوى؟ هو مية وثمانين ثانية إذن الفكرة العامة يا طلاب هي أنه أنت تستخرج عدد المولات الكلية تطرح من عدها المتبقي حتى تعرف المولات المستهلكة اللي أنت راح تستخدمها بالنسبة والتناسب في كتابة معادلة شنوى؟ في كتابة معادلة الترسيب طيب يا طلاب الثالث سؤال إن شاء الله افتهمت فكرته سؤالي بـ 2017 بالدور الثالث محلول من كبريتات النحاس تركيزه أوبوينت 3 بالعشرة شنوى؟ مولاري كانت تركيز 2 بالعشرة سوى 3 بالعشرة وحجمه نصف شنوى؟ نصف لتر كان الحجم 600 ملي لتر سوى نصف لتر ومرات يقلك 500 ملي شنوى؟ ملي لتر لا تنسى هاي هي نفس هاي هاي 500 ملي لتر هي نفسه نصف لتر مررنا تيار نفس الشدة اللي هو 96.5 96.5 وحسب الزمن اللازم لكي يتبقى 3 بالمية مول من آيونات النحاس إذن نفس الترتيب ونفس الشغل يا طلاب أول وتالي احنا بالبداية هنحسب شنوى؟ هنحسب عدد مولات النحاس منوى؟ النحاس الكلية واللي هي مادام المولاري يساوي عدد المولات على الحجم باللتر يعني بمانا شوف هنا ماكو تحويله للحجم لانا قلت لك نصف لتر لو خمسمية لازم تبدي تحوله أول مرة يعني عدد المولات يساوي التركيز المولاري أو بوينت 3 بالعشرة والحجم نصف لتر يعني يساوي لأو بوينت 15 بالمية شنوى؟ بعدها نحسب عدد مولات النحاس المستهلكة في عملية الترسيب فعدد مولات النحاس المستهلكة تساوي لي يا طلاب عدد المولات الكلية ناقص عدد المولات المتبقية وبالتالي الكلية 15 بالمية ناقصا المتبقية 3 بالمية حيصير عنده صفر بوينت 12 بالمية مول هاي هي عدد مولات شنوى؟ هاي هي عدد مولات النحاس الشنوى المستهلكة في العملية بينما هناك طلعت عنده شنوى؟ عنده 12 بالمية هناك ذلك شنوى؟ هناك ذلك طلعت عنده 12 بالمية يعني انت اول وتالي من غيرنا هو رجع نفس عدد مولات ومن ثم احنا راح نشتغل نفس الشغول ان سي يو موجب 2 زائدا 2 اليكترون سالب ينطين سي يو كل 2 مول اليكترون سالب ايه رسب 1 مول اذا اشقد كمية الكهربائية اللي انا استخدمها في ترسيب اشقد يا طلاب؟ في ترسيب صفر بوينت شنوى؟ صفر بوينت 12 شنوى؟ 12 بالمية هناك كانت على المولات المترسبة قد كانت عندنا صفر 9 بالمية هنا صفر 12 بالمية اذا نوسطين بطرفين يعني بما معنى ان Q تساوي الـ 2 فيه 12 بالمية صفر 24 بالمية مول اليكترون شنوى؟ مول اليكترون سالب هاي كمية الكهربائية المستخدمة وين؟ في عملية الشنوى الترسيب اذا بعد ما وجدنا كمية الكهربائية المستخدمة في عملية الترسيب يا طلاب هل روح نجد قيمة من؟ نجد قيمة الشنوى؟ الزمن اللي هو لي انه انا هسه صار عندي كمية الكهربائية وعند شنوى التيار اذا يا طلاب Q تساوي التيار في الشنوى في الزمن على 96 ألف وشنوى؟ 96 ألف وخمسمية يعني بما معنى ان كمية الكهربائية اللي هي عنده صفر شنوى؟ 0.24 بالمية يساوي لي التيار اللي هو عندي 96 ألف وشنوى؟ 96 ألف وخمسمية يعني بما معنى ان T اللي هو الزمن يساوي لي حاصل ضرب 0.24 بالمية في 96 ألف وشنوى؟ وخمسمية ومقسم على 96.5 بالعشرة يعني بما معنى يساوي لي يا طلاب مرتبتين بصفرين يرحون اذا 24 في شنوى؟ في 965 على 96.5 بالعشرة نرفع هذه المرتبة يا طلاب صفر فوق يصير 9650 على 965 بها عشرة وبالتالي عشرة في 24 يساوي لي 240 ثانية هو الزمن اللازم المن لإجراء هذه العملية هو الزمن اللازم لإجراء هذه العملية أوكي؟ إن شاء الله عندك التمرين واضح وهذا السؤال الوزاري وقلت لك ملاحظة جدا مهمة في حالة أنه ما يوجد متبقي يا طلاب يعني كل المولات الكلية كل المولات الكلية ستستخدمها في عملية شنوى؟ في عملية التأسيم لكن إذا عند متبقي تطرح المتبقي من الكل حتى تعرف المستهلكة اللي أنت راح تدخلها بعملية النسبة والتناسب إحنا إن شاء الله وصلنا إلى محاضرة اليوم يا طلاب بس حبيت أضيف لك سؤالين وزاريات بعد ما تكمل المحاضرة وتحاول أنه تحلهم الأولى ما هو التيار اللازم لترسيب ثمانية غرام من الذهب خلال نصف ساعة ساعة الوحدة ب3600 ثانية شوف نصف ساعة بش قد أوكي وهذا عندك كتلة الذهب المترسبة على الكاثود من محلول يحتوي على ملح الذهب والكتلة الذرية للذهب منطقياها تساوي لي 197 شوف أنت بيش راح تبدي وشلون توصل المن إلى التيار سؤال ثاني عنده إمرار واحد فارداي يا طلاب من أقلك هل قد قيمة من فارداي يعني نجا ينطيك قيمة من لأن كيو أنت مرة تسميها الشحنة الكهربائية مرة تسميها كمية الكهربائية مرة تسميها عدد مولات الألكترونات ومرة تسميها فارداي طاند أقول لك أنه عنده إمرار واحد فارداي يعني واحد مول إلكترون سال في محلول آيونات الألمنيوم فإن وزن الألمنيوم يعني كتلة الألمنيوم المترسبة على الكاثود هو نسوي لك يا السؤال على شكل شنوى فارغ يعني أنت هل سؤال كامل واجيب لكتلة الألمنيوم المترسبة علما أن الكتلة الذرية أو الوزن الذري للألمنيوم هو سبعة شنوى وعشرين غرام على مول أنا ضفت له طبعا مطلب ثان وثالث ثم أحسب عدد ذرات الألمنيوم المترسبة وبعدين أحسب عدد الألكترونات المرة في الشنوى في الخلية وطبعا شكرا لمتابعتكم أوكي وألتقيكم إن شاء الله بمحاضرة أخرى في حل أسئلة من أسئلة ومسائل موضوع شنوى موضوع فرداء إن شاء الله ألتقيكم بالمحاضرة القادمة اشتركوا في القناة